بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دين الإسلام هو دين الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس بمعنى تكونوا عدولا فلا إفراط تشدد ولا تفريط تساهل في العبادة وترك العبادة التي أمر الله تعالى بها فيكون الإنسان على دين وسط يتمسك بدين الله يأخذ دين الإسلام بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة لكن بدون تشدد ولا تعنت ولا تعنيف ولا أن يثقل الإنسان بأمر هو لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الصحابة كانوا في بداية الإسلام كان بعض المشدد على نفسه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومهم ويبين لهم دين الإسلام وأنه لا أفضل من ذلك لا أفضل من الوسطية قد صلعنا من معانيه حياة واعتنقناه التزاما في التزام ورسمناه طريقا مستقيما وسلكناه هداة للأنار وعلى الفلك نسجناه شراعا فهي بسم الله فهي بسم الله فهي بسم الله تجري في سلام في سلام لسفات عاطرات بالوئة حملتنا مثل سرب من حما وتبدى الفجر يتعونى إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهد الكرام في حلقة جديدة وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ما أجمل أن يكون الشاب قد نشأ في عبادة الله على طاعة الله تعالى تربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها على قراءة القرآن على صيام شهر رمضان على غيرها من الأعمال الصالحة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله هذا الشاب الذي ترعرع ونشأ وتربى في العبادة بين أبوين صالحين في المساجد بين حلقات العلم وحلقات الذكر وحلقات قراءة القرآن أو غيرها من الأعمال الجليلة لا شك أن له فضل عظيم عند الله تعالى أنه يكون في ظل عرش الرحمن سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله صورة جميلة من صور أعمال الصحابة أو قصص الصحابة كان أو رسم هذه الصورة هو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أرضاه وكان شديدا وقويا في عبادة الله تعالى نريد أن نتعرف على هذه القصة أو تلك الأحكام ونستفيد من هذه القصة يعني ما يفيدنا في ديننا ودنيانا تلك القصة هي لعبد الله بن عمر بن العاص أنه اختار له والده عمر بن العاص وكان كلهم من الصحابة اختار له امرأة صالحة نسيبة شريفة من قريش فزوجه إياها فلما زوجه إياها وكان يعرف أن ابنه كان قد شدد على نفسه في العبادة والطاعة فلما أصبح من يوم عرسه سأل تلك المرأة قال لها كيف الرجل يعني كيف زوجك وما هي أخلاقه قالت هو من خير الرجال إنما لما دخل علي في غرفتي أو في بيت الزوجية قام فكبر فصلى إلى أن طلع الفجر بمعنى أنه ما قرب لامرأته منذ أن دخل في ليلة زفافه الله أكبر كبر وصلى إلى طلوع الفجر وهذا دليل أنه لم ينم مع امرأته لم يقرب من امرأته فغضب عمر بن العاص والد عبد الله بن عمر بن العاص فغضب منه غضبا شديدا وكان دائما ينهاه إلا أنه في هذه المرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى على ابنه وقال يا رسول الله زوجت عبد الله ابني امرأة من أشراف قريش من أنسابها من أعظمها نسبا ومكانة إلا أنه تركها وعضلها في ليلة زفافه وقام وكبر وصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر بن العاص في بيته وهذا دليل على أطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وأنه كان حريصا على تعليمهم يعني كتاب الله تعالى وتعليم العبادة الصحيحة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك متكأا محشوا من ليف فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن عمر بن العاص فقال يا عبد الله أو قال يا عبد الله بن عمر إني أخبرت أو نبئت أنك تزوجت وأنك تركت هذه المرأة وعضلتها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبدالله قال طبعا رد عليه عبدالله بن عمر بالعاص فقال يا رسول الله إنما أردت الخير يعني أنا أريد أن أصلي أتعبد لله خاصة في مثل هذه الليلة أصلي قيام الليل وتعرف فضل قيام الليل وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل أو صلاة الليل قال إنما الخير أردت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المشهور العظيم الذي نحتاج اليوم إلى أن نتعلمه و أن نعلمه قال إن لزوجك عليك حقا و لأهلك عليك حقا و لزورك يعني الذين يزورورك عليك حقا و لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا نعم تعبد لله صلي لله قم الليل صم النهار لكن هذه لا تتعارض مع تلك الحقوق الواجب عليك حق المرأة حق الزوجة أن يعفها عن الحرام أن ينفق عليها أن يؤدي لها تلك الحقوق الواجب و التي من بينها الفراش فقال فأعطي كل ذي حق حقه ثم إن عبد الله بن عمر بن العاص يعني سمع توجيهات النبي صلى الله عليه و سلم و قال له النبي صلى الله عليه و سلم إني رسول الله و إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني و هذا مثل الحديث الذي جاءوا أناس إلى بيوتات النبي صلى الله عليه و سلم و سألوا عن عبادته فقالوا يعني ما هي عبادة النبي صلى الله عليه و سلم فأخبروا ما هي عبادة رسول الله أنه يصل للصلاوات الخمس و أنه ينام و أنه يقوم و أنه يأكل و يشرب و أنه يقوم ببعض الأعمال الاعتيادية فكأنهم تقالوها أولئك النفر الثلاثة يعني قالوا فقط هذه العبادة كأنهم تقالوها فقال أحدهم إني لا أتزوج النساء و قال الآخر إني لا أكل اللحم و قال الثالث إني أصوم ولا أفطر فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم و أقبر عن أولئك الثلاثة و ما قالوه و ما أخبروه و كيف أنهم تقالوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أنا رسول الله و أأكل و أصوم و أفطر و أتزوج النساء و أكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني ليست هذه الطريقة الصحيحة للعبادة أن يشدد الإنسان على نفسه و يضيع الحقوق الواجب عليه حقوق الإنسان على نفسه و حقوق الإنسان على والديه و أهله و زوجه و أولاده و غيرها من الحقوق الواجبة قال فمن رغب عن سنتي فليس مني ليست هذه السنة و من يشدد على نفسه الله تعالى يشدد عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا إذن مشاهدي الكرام هذه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم و ما وجه به عبد الله بن عمر بن العاص إلا أن عبد الله بن عمر بن العاص كان أيضا يشدد على نفسه بقراءة القرآن فكان يقرأ القرآن في كل يوم بمعنى أنه فرق وقته للقرآن الكريم و طبعا في بعض الأحيان يظن بعض الناس أن هذا أمر مستحيل أو لا يكون فأقول أن هناك أناس جربوا في هذا الزمان أنهم يفرغون أنفسهم لقراءة القرآن فيستطيعون أن يختم القرآن في يوم واحد يقرأ القرآن من البداية إلى أن يختم القرآن لكنه لا يعمل أي عمل إلا أنه يصلي ثم يقرأ القرآن من صلاة الفجر إلى قبل أن ينام ما فقط يوقفه إلا أن يأكل لقيمات يسيرة أو يصلي الصلاة المفروضة و بذلك يختم القرآن المهم نرجع إلى قصة عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يختم القرآن كل يوم فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم و عاتبه على ذلك و قال يا عبد الله اقرأ القرآن في شهر يعني قسم القرآن على أجزاء و أقرأ في كل يوم جزءا من القرآن و بذلك تختم القرآن في شهر ماذا قال له عبد الله بن عمر بن العاص قال يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي و شبابي أنا أستطيع أكثر من ذلك المتعة عندهم هي الإقبال على القرآن و الله إنه متعة و من جرب ذلك عرف و لا أقول جربوا بل اعتقدوا ذلك جازمين أن من قرأ القرآن و أقبل عليه كانت له السعادة و الفراح و السرور و كتب الله له الطمأنين و الراحة الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مشاهدي الكرام أيضا عبد الله بن عبد العاص كان يشدد عن نفسه بالصيام و كان يصوم و لا يفطر أيضا عاتبه النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك و قال صم ثلاثة أيام من كل شهر و هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن العاص و وصيته أيضا لأبي هريرة أنه إذا أراد أن يصوم فإنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال عليه الصلاة و السلام فإن الحسنة بعشر أمثالها بمعنى كأنك صمت شهرا كاملا ثم قال يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي و شبابي أستطيع الصيام أكثر من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما ذلك صيام داود ولا أفضل من ذلك الفوائد من هذه القصة مشاهدي الكرام أو تلك القصص العظيمة من سير الصحابة الكرام أن نقبل على طاعة الله تعالى و أن نبادر و أن نسارع خاصة في الأزمان الفاضلة و أن يكون لنا قدم السبق قال الله تعالى و في ذلك فليتنافس المتنافسون و التأمنا مثل شمل فرقته جفوة ثم تداعى لالتئام و اصطففنا في خشوع و اتجهنا في نواصينا إلى البيت الحرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة